السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة من طرق العلاج اللي هو مريض مرض نفسي او عنده مرض عضوي او عنده مرض روحي او ما عنده سعد او لابواب مغلوقة عليه او تنلف الموصلة واللي قلبش كل سعده وكل شي يقول لي الله يسغل ممساليش ما عنديش ما عندي قدرة اياك ثم اياك ان تحزن اياك ثم اياك ان تشعر بانك وحيد ربنا معك توسل اليه بماذا بالصلاة على النبي الم يقل جل جلاله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه وسيلة الى الله بها يفتح الله الخزائم وبها يأتي الله بالمدد المدد المدد فاكتروا جميعا ايها الاحباب الكرام من الصلاة على النبي الكريم وسوف تفاجأون بالمدد بالمال بالصحة بالقبول بالعلم بالفتح بالسعادة الزوجية وسوف تنتهي كل مشاكلكم اقسم بالله لست حانثا صادقا اقولها والله وبالله وتالله اني لا اعرف عدد كبير من الصالحين ما عندهم اي مشكلة في الحياة لما اسألهم ما مشكلتكم في الحياة الناس يبكون ويشتكون عندهم ازمات وعندهم شدائد وكروب ما هي مشكلتكم في الحياة يقول لك لنا مشكلة واحدة فقط لا ثانية لها قد قل لي ما هي مشكلتك حزين انني لم اشكر الله حق شكره فقط مشكلتي انني اريد ان اشكر الله كثيرا لكن الظروف لا تسمح فاشكر الله تعالى اقل مما يستوجبه سبحانه لم اشكر حق شكره ولما تسألهم ما الذي وقع في حياتكم يقول لك صلينا على النبي كثيرا كثيرا فجاءنا المدد من عند الله الصحة والعافية والقبول والرزق والمال والعزة والكرامة وجمع الشمل وكل الخيرات والبركات في الاهل والأولاد والأحباب فصلوا جميعا على رسول الله يأتينا المدد من عند الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحمة بك للا حلالي هناك دفظ معا ما فاتش لي حافظك الله للا رشيدة بغيطان نقول لك دعوينها يا وشنة دعوينها يا فيا واحد المرضة ليلة هي لله مرض صلب اللواتي إلا عرفته إياه إلا إلا سمعت بيه صلب اللواتي إياه الله يشافيك وعافيك للا رشيدة والدواء دياله غالي إياه غالي جدا باغب ملايين من يرو الشهر قالوا لي من يرو الشهر ذا بالدواء إياه للا لا غير الناس ضعافوا دا حوله رقوة للا بطنات الغالي شاني غير كان فهدن بي شوية وعندي براري الله يشافيك وعافيك للا الله يشافيك وعافيك يا رب الله يشافيك وعافيك بفضله وجوده وكرمه ومنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للا رشيدة انطلبوا الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أنه يشافيك وعافيك بشفائه ودوائه للا رشيدة بالامس كنا تكلمنا على قصة من القصص الإمام البصيري اللي كانت في القرن السابع للهجرة واللي تعرض نفس المرض ديالك اللي هو بحل مفارج وكيخل الإنسان فيه الرعشة وأنفق فيها مش مرض جديدة مرض قديم هذا أنفق كل ماله أنفق الإمام البصيري كل ماله من أجل العلاج وكان كيجمع المال كثير عن طريق مدحي الكبراء والسفراء والأمراء وعليت القوم جمع مال وفير احتولا مليونير في زمانه لكن من المرض الدواء غالي وأنفق أمواله عند الأطباء وعند الصيادلة وعند العشابين وعند الرقات والدك المرض ما بغش يحيد منه احتقى لأحد الصالحين عندي لك ذواء قال لي ما بقي عندني مال قال لي عندي دواء بلا مال مجانا قال لي ما هو هذا الدواء قال لي دواءك أكثر أكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله يأتيك المدد من الله كلما أكترت من الصلاة والتسلام على رسول الله يأتيك المدد من الله فبدأ الإمام البصيري يصلي على النبي المصطفى ميران وهو مريض طريح الفراش ونصف راقد عليه يقول لي عوده يقول لي عوده احتجأه يوم من الأيام وهو بين اليقظة والنوم فقال له عليك السلام يا بصيري وكان يوم جمعة فمسح بيده الكريم على جسمه ثم أخذ البرضة له يدك السلهام ديالوسي بن بياللبسه وللبسه الإمام البصيري فقام مشافا معافا ومن ثم قال الإمام البصيري والذي بعث محمد بالحق بعد اليوم لن أمدح إلا سيد الخلق فمدح النبي الكريم بالبرضة وبعدها بالهمزية لكن شفاء شفاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله العلماء خادوا من القصة ومن غيرها الكثير خادوا بأنه من طرق العلاج اللي هو مريض مرض نفسي أو عنده مرض عضوي أو عنده مرض روحي أو ما عنده سعد أو لأبواب مغلوقة عليه أو تنلف الموصلة واللي قلبش كل سعده وكل شيء يقول لي الله يسغل ما مساليش ما عنديش ما عندي قدرة إياك ثم إياك أن تحزن إياك ثم إياك أن تشعر بأنك وحيد ربنا معك توسل إليه بمدأ بالصلاة على النبي ألم يقل جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه وسيلة إلى الله بها يفتح الله الخزائم وبها يأتي الله بالمدد المدد المدد فأكتروا جميعا أيها الأحباب الكرام من الصلاة على النبي الكريم وسوف تفاجأون بالمدد بالمال بالصحة بالقبول بالعلم بالفتح بالسعادة الزوجية وسوف تنتهي كل مشاكلكم أقسم بالله لست حانثا صادقا أقولها والله وبالله وتالله إني لأعرف عدد كبير من الصالحين ما عندهم أي مشكلة في الحياة لما أسألهم ما مشكلة تكون في الحياة الناس يبكون ويشتكون عندهم أزمات وعندهم شدائد وكروب ما هي مشكلتكم في الحياة يقول لك لنا مشكلة واحدة فقط لا ثانية لها قد قل لي ما هي مشكلتك حزين أنني لم أشكر الله حق شكره فقط مشكلتي أنني أريد أن أشكر الله كثيرا لكن الظروف لا تسمح فأشكر الله تعالى أقل مما يستوجبه سبحانه لم أشكر لحق شكره ولما تسألهم ما الذي وقع في حياتكم يقول لك صلينا على النبي كثيرا كثيرا فجاءنا المدد من عند الله الصحة والعافية والقبول والرزق والمال والعزة والكرامة وجمع الشمل وكل الخيرات والبركات في الأهل والأولاد والأحباب فصلوا جميعا على رسول الله يأتينا المدد من عند الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر